وسائل الإعلام التركية الآن تتحدث عن أنه كملك الاتشدار أغلو في الأيام الأخيرة أصبح يجعل أكرم إمام أغلو أو حتى علي بابجان يذهب بدلا منه في التجمعات المحتشدة للمعارضة التركية بل أنه المفاجأة بالنسبة للصحف التركية التي رصدتها بأنه توقيت أو وقت الكلمات التي يلقيها كملك الاتشدار أغلو أو وقت خطابه أقل من وقت خطاب أكرم إمام أغلو أو وقت خطاب أحمد داود أغلو ويقولون بأنه من منفترض بأنه هذا هو الرئيس وخطابه يكون هو الأطول والأهم لكن ما يحدث من قبل المعارضة التركية ومع كملك الاتشدار أغلو بالتحديد العكس أحيانا لا يذهب بدلا منه أكرم إمام أغلو أو علي بابجان وعندما يذهب لا يكون هو المتصدر في هذه الخطابات الحديث الآخر أيضا عن أنه هناك حالة من المضض في التحالف الداعم لكملك الاتشدار أغلو يعني يقولون حينما تظهر زوجة علي بابجان على المنصة أو زوجة أحمد داود أغلو على المنصة الترحيب بها يكون من قبل الجماهير المحتشدة لكملك الاتشدار أغلو على مضض على مضض هكذا تحدثت الصحافة التركية وأشرت إلى عدم وجود قوة في هذا التحالف المعارض لأردوغان والمنافس لأردوغان في هذه الانتخابات خاصة وأنهم قارنوا الحشود التي تجمعت لأردوغان في ملة بهتشيسية أو في حديقة الشعب أو في مطار أتا ترك سابقا في مدينة إسطنبول وبين هذه الحشود التي تجمعت في مالتيب بي بمدينة إسطنبول أيضا ولكن فيها الشطر الأسيوي أشاروا إلى أن العدد لم يصل حتى لخمسمائة ألف فيما تعلق بتجمع المعارضة لكن التجمع المؤيد لأردوغان تحدث عن وصوله لمليون وسبعمائة ألف قالوا بأن هذه الفوارق توضح بأنه بإذن رحمن هناك حالة من التفاؤل والإصرار لدى محبي وأنصار أردوغان قبل هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر